اهلا بحضراتكم من جديد الحياة بطل مصر بقى الأولمبي الكبير عمر عصر بطل النادي الأهلي وبطل مصر في تينس الطاولة بنشكره على المتابعة الحياة بقيت لرسالة بيقول ان انا متابع وان انا جاي اجازة في مصر من 23 عشرة ل 29 عشرة واتمنى اكون ضيف معاكم باذن الله اهلا بيه طبعا رجل يعني نموذج وقضوة وعمل مشوار هايل جدا ومن عائلة بتاعة تينس الطاولة عريقة وصل لتصنيف غير مسبوك عالمي انت بتقول كفر الشيخ اعمال بنقول لا دسوه بقى كمان معقل تينس الطاول طيب انجازات كرة الطايرة العالمية ودخولها موسعة الارقام القياسية مع انجاز الطايرة ومع انجاز اليد ومع الكرة بإذن الله تعالى خلت الزميل العزيز إبراهيم فايق يتكلم عن الاهلي في وجود مين نشوف اوعد خاف على الاهلي وفيه محمود الخطيب كما ادار كابتن محمود الخطيب ملف رحيل ريني فيلر بزكاء وبسرعة وبهدوء بالتعاقد مع بيتسو موسيماني فانت لم تشعر بانه الادارة بدت مرتبكة او مكنتش مجهزة او مكنتش عارفة اللي هيحصل ما تخافش على الاهلي في الحتة دي الاهلي بيدير الملف بقى ازاي بيديره بخلال خطة بديلة تم التحرك فيها ايضا كما حدث في ملف فيلر حال انه بيتسو موسيماني عنده الرغبة فالرحيل خلاص وما عندوش او لم يصل الطرفين لتوافق هيسدد الشرط الجزائي الادارة عندها مرونة شديدة جدا في التعامل مع الملف ده بشكل يحفظ قيم ومبادئ وحقوق وثوابت النادي الاهلي في الامور التفاوضية بالمناسبة لما بيتسو موسيماني طلب لعيبة اتجاب له لعيبة اذا الاهلي عايز مين عايز موسيماني يا باشا حضرتك عايز احنا عايزين بس نصل الى ارض توافقية في المفاوضات اللي بيني وبينك دايما بقولهولك انه في الامور اللي ليه علاقة بالتفاوض والمفاوضات تتغير في لحظة يعني هو ولفت في هذا الامر وده اللي يهمني رؤية الكابتن ابراهيم في في قدرة النادي الاهلي تحت قيادة الكابتن الخطيب في مواجهة الازمات بالعكس ان يسبق الازمة بالحل ده اللي يهمني اما تفاصيل موسيماني خلاص اتحسم وطلع امير الاستاذ امير وقال لك ما هو كده كده وقاعد لاخر موسم والراجل عايز يقعد واحنا عايزين يقعد وما فيش تعديل في اي حاجة في العقد وبعد الموسم حنبتدي نتكلم في هذا الامر يعني هو عنده تحديات وقال انا عايز اكمل يعني سلسلة نجحاتي ومزيد من البطولات والنادي الاهلي قال له كل الدعم ليك وجبنا لك اللي انت عايزه يلا ورينا يعني هتعمل ايه زي الموسم اللي فاتت كده بإذن الله ونتضارك اخطاءنا اللي فيه واتوقع موسمة ناجحة في مواقع دي من الايام بإذن الله وده نظام الاهلي يا جماعة اللي خلى حتى كل السادة الافاضل مسؤول الاندية الاخرى وقياداتها بيميزه بين لعب النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي وقيمته ده رأي كابتن محمد مصرحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع الزميل سيف زاهر نشوف رأيه في لعب النادي الاهلي انت بيجيب لعيه مسلا بربعة مليون جنيه اللي جمعك بيجيب لعيه بقى 15 مليون جنيه حتى هو فيه فروقت لكده لأ في اللعيبة اه الان ما نشايفه هاض ce نا م��اجم بسيال حلو م招ب succession فانت بيجيب لعيب من النادي الاهلي فالبراند انت بتشتري براندي بمتشتريش كوالة اللعيبة وصله اه مفموم يا انو بشتري براند بشو كوان بقى انو 게لب البراند اشيئر شغال يخوط انو بتشاري لعيبة بتشاري لعيبة لكن بلا شغول لعيبة اخدته العيب. العيب. اه. وكان حظه سايق جدا حسام. يعني كان امتدى ان هو يرجع وجاته الاصابة دي اللي عينه دي. بس هو حسام. ومكمل ولا مرور. يعني الكابتل ان حطه انه مكمل. كابتل حسام. كابتل حسام اه. هو حسام عشور بصراحة. قائد في اي وقت. بقيت محترم جدا جدا جدا. وانا شايف انه تربية النادي اهلي فعلا بجد. لعيبة تطلع من النادي الاهلي. لعيبة كورة. تختلف عن اي مكان تاني. اي تاني في مصر. اه. حتى الناشئين. يعني ما بتوقع حتى تتكلم مع لاعب ناشئ او هالا حاجة. عاوز تجيبه ويدعم الفرة. اه. حتى ابراهيم. كابت ابراهيم حسن يقولك ايه. تربية النادي الاهلي. ده كلام مهم جدا جدا جدا. لان احنا لما بنقول. المناخ بيفرز ايه. الثقافة بتطلع من اين. بتطلع. ما يجي يقولك ان اللاعب النادي الاهلي. هو يعني ربطوا بالكلام الاولي. بيبقى براند. براند يعني ايه. حاجة مصنافة. يعني حاجة. هي لوحدها كده. معتمدة. لا يعني البراند ده اللي هو الاسم اللي هو بيعبر عن تمييز لوحده. بالزبط. له قيمة لوحده. يعني. 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 تيجي تشاري عميص براند. بيبقى تامنه في الاسم. الفاليو بتاعه. اه. يعني. مجتلية حاجات شبه. اه. بس البراند ده انت بتاخده عالمس اوجر. بمواصفاته. اه. طب. فهو قالك لعيب النادي. لا. 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 ده حاجة تانية. وطالع من ثقافه. وده اللي بنقوله. ابن المكان. النادي القالي. معني جدا. بانه. المناخ اللي يفرز. لعيب يفرزه بمواصفات خاصة. ولذلك. هو لا يبكي على لعيب. مفوش هزي المواصفات. فبيرايح. اللعيب بيرايح من الدماغه. مش هيرتاح في القالي. الا بالمواصفات دي. لكن هو لو كمل. وطالع ابن المكان. بطعم المكان. بيروح اي حتة. بيرايحها جدا. لانه. متعلم. الصح. والانضباط. والحدود. والحقوق. وكل حاجة. علي ايه. ومطلوب. لي ايه. وعلي ايه. الكلام ده. كلام مهم جدا. يأكده بقى. يعني العظيم. محمد مصرح. وقيادة. جامدة جدا. يأكده. الاستسفارك عامل. اي حد. تعامل. في هذه الامور. مع النادي الاهلي. بيرتاح جدا. انه يأخد من النادي الاهلي. خد من الحتة دي. طيب. هل الحتة دي. هي فيها افضل منظومة. انا بس عادي ابسط كلامي لاني ساعت. اه. دي ايه يا جماعة. والله جد. مش يعني. اما تيجي تقول ايه. فلان خريج جامعة هارفرد. الله. هارفرد. ليه. لان هي هارفرد دي. اشتهرت بقيمته. بيتاخد بمعايير سارمة جدا. وتطبق معايير سارمة جدا. فتطلع لك واحد. بمواصفات خاصة جدا. فالاهلي هو هارفرد. بتاع الكور. طيب. هل. منظومة بهذه الكيفية. وبهذه الضوابط. هي الافضل ولا لا. سؤل الكابتن حمد صدي. ومعاها الكابتن احمد سليمان. نشوفك الرأيهم ايه. طيب. وحد يختلف عليها. لابس النجاحات. في عمل كتير في النجاح. موجودة في النادي الاهلي. صح. ما شفناش مشاكل بتطلع. فيه. طبعا. فيه مشاكل بس صغيرة. مشاكل بتهدي فرقة مش موجودة. مشاكل الإدارية مش موجودة. مشاكل في الفرقة مش موجودة. في الجهاز الفني. في. اه. او. 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 فيه. مساندة. صح. كويسة جدا. من. الإدارة. للجهاز الفني. واللعبين. فبد ذا. بيتنقل للعيبة. لما تلاقي. فين شقاك بين الإدارة وال. والإدارة الفنية. الدرا اللي هي كمجلس. 지�ارة. بيينعكس على لعبة داخل المنع. تاني اللي بيقوله كابتن حمد. احنا. لان. مردد هذا كلام من باب الزهو يا جماعة لكن من باب التأكيد على أن ثوابت النادي الأهلي وتمسكه بهذه الثوابت والكلام ده كله هي اللي قاله بجرامي اللي قاله سيد محمد مصلحي اللي قاله سيد فارج عامر المهانس فارج عامر اللي قاله كابتن حماد اللي قاله عشرات الناس حتى من المنافسين ساعة الجد يقولك الأهلي في الحدة دي مختلفة هو احنا بنقوله زهب لا بنقوله ايه عشان هذا الترديد لهذا الكلام بيبقى وكأنه تجديد للعهد